دي ثلاث شركات هيمثلوا يعني الأجنحة الفعيلة للأهل في الدورة الجديدة إن شاء الله أيا كان من المجلس اللي موجود بس في حال أنتوا أخذتوا سقة الجمعية العمومية هذه الشركات أنت حضرك رجل أعمال تتوقع راحة بالأهل اقتصاديا لفين طيب شوف في شركات أنت هتمشي بيها في رأيي أنها تبقى بالنسبة لك كاشف لو ستريم كويس شركات زي الخامس السياحية تدفع في السنة حولي 70-80 مليون جنيه حاليا ما بين الحجوزات وما بين الكلام ده كله لما يبقى عندك شركة خدمات سياحية بتاعتك تستفيد أنت من المكسب ده تبدأ توسع الحاجات بتاعتها للجماهير والرحلات الخارجية والكلام ده كله شركة زي دي هتبقى ممكن تجيب لك أرباح معقولة وكويسة تمشي بيها شركة الأستاذ فيلم تاني لأن طبعا الأستاذ ده هيبقى تمويل كبير وشغل برضو هيجيب عواقب كبيرة جدا للنادي وشركة الكورة طبعا هي الشركة اللي الناس كلها بصلها لأن دي الشركة اللي أنت ما بتتكلم على أنك أنت تزود المداخل بتاعك بالزيادات الرعاية والكلام ده كله وتشوف حاجات جديدة وتطلع لأسواق جديدة وبعد فترة بقى عايز تطرح الشركة في البورصة وده يمكن الهدف اللي احنا ممكن نكون بالفكر فيها هذه الشركات بالقوى الاقتصادية المأمولة إن شاء الله تدي لك دفع قوية للبدء في مشروع كبير زي الأستاذ الأستاذ ماشي في سكته في شركة من الشركات وقردي ده بدأ يشتغل النهاردة هم نتكلم على الأرض خلاص رسينا نتأمل في الشيخ زياد وده برضو قد خطوة صعبة نهاردة هم شغالين في الكراصة الشروب بتاعة المزايدات حق التسمية والتصميم والكلام ده كله تشتغل عليهم شركات من برة عملونا بريزنتيشن تلت شركات عملونا بريزنتيشن من حوالي شهرين أو تلاتة وكلهم ماشيين بخطة سريعة والشركات خلاص شغالة على الأرض وفي ناس وفي اجتماعات وفي مهام تسليم وتسلم بدا تشتغل بالزبط الشركة ده خدمات الساحية وانا اعتقد الكابتن كان قال ان هي من الممكن تتوسع في النشاطها حتى للجمهور يعني انت هتشتغل لكل جمهور الآلي في شركة خدمات سياحية عايز تطلع الجمهور عايز يسافر ورا الفرقة في الحالات خارجية عايز يتواجد حجوزات للطيارات حتى حجوزات للجماهير العادية ببرا لرياضة طيب ده مش كان تحدي صعب قوي على مجلس إدارة في أربع سنين انت بتتكلم في اتجاه انشاء ضخمة جدا وانشاءه جانب رياضي